سلام عليكم و اليوم ان شاء الله هنساوي الدجاج بالنودلز النودلز الاكلة الصينية محبوبة جدا و بحبوها الاطفال كتير عشان كده انا دايما بساوي لها ايام الجمعة يوم الاجازة نحتاج هذا النوع من النودلز من مركة مكاتي في اساس المنتجات في البنية فتزبط معي في الاكلة بس ممكن تستخدمي سباكاتي عادي وممكن شعري التروج عندي اثنين صدور تجعش كاملة من صدور سادة حوليها ليكم بعدين بعد ما خلص الفيديو عندي هنا اربع تومات مبشورة معها جنزبيل تقريبا بشرته دول في البداية هتبخهم مع بعض تمام بالحين اول حاجة اسلق المكرانا مسخنا ميا في الحلو هحوط عليها المكرانا و هطفي النار على الطور حطيت المكرانا على مياه مغلية و طفيت عليها النار امكن اسعب حاجة بالاكلة دية تقطيع الخضار عندي فلفل حمر كامل و اسفل كامل فلفل و جزر و عندي فلفل اخضر اول شي بدأت حطيت الجنجبيل و حطيت السوم على زيت السمسم زيت السمسم اساسا خففته بشوية من زيت الزرن بعد ما يبدو كده يعني شمي ريحة الريح خلاص بالتجاج انا جايبها صدوري الكبيرة اللي هي ورسيله و انقطعتها شرايح و غسلتها بماءة ملح معاها شوية خلص حاجة بسطورة هجلل معاها ما هي صراحة الزجاج و قلنيني شوية الزجاج يستوي عالي عنقر شوية سميني نزيل معاها بشهة الماء يبدأ مضيف برحين الخضار المسهل فلفل احمر فلفل افزار فلفل اصفر و عندي جزر فلفل اصفر و اصفر فلفل اصفر و اصفر و اصفر و اصفر و اصفر فلفل اصفر فلفل اصفر ثلاث تربعة كوب صورو سوس حببها حببها ملحبة كاملة من النشا فيه ناس بدوفوا سومترا زيني تجيها شوية حارة بس انا ساني معي اخفال فمحة احضر شطا بس عليها فايس الشربة كراني بس كراني بس كراني بس القوة بس اصفر و صورة اصفر جميل و اضغط نودلز نودلز جاهزة عندي طبعا انا وقفت التصوير عشان اولادي مستعجرين عايزيني يأكلوا النودلز الاولاد جدا بحبوا هذه الاكلة وانا مبسوطة على اني انا تعلم بسويلهم اكلة النودلز في البيت انا بحب الاكل البيتي بحب اكل اولادي اكل بيتي بكون متأكد ان هو نظيف بتأكد من كل المقادير طبعا لاحظت انا ما حطت ملح لانه صويصوص مليانة ملح تضيفوا ملح تضيفوا فلفل شطة تضيفوا كاتشاپ اتمنى الفيديو يعجبكم وفي امان الله وما تنسوا تعملوذي متابعة على مواقع التواصل الثانية حلقة يوتيوب ويومياتي ويوميات الاولاد ومع السلامة